رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال فعليات الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضر العالمي أتابع للأمم المتحدة والمنعقد في القاهرة أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقش أهمية الأمن والاستقرار في اليمن وضرورة دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية لما يمثله ذلك من أهمية لمصر ولأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر